هاي الجماعة متميزة طبعا متميزة مش لانو حسن من الناس احنا بالعكس الرب دعانة من المزبلة من مزبلة العالم ولا على اي اساس او استحقاق فينا كل الموضوع على اساس محبته الله احبك احبني محبة غير مشروطة محبة غير محدودة وطبعا على اساس النعمة مبدأ النعمة اللي هي عطية الله المجانية التي لا نستحقها هاي النعمة احبائي اجزالها علينا بغنى يقول الرسول بطرس واما انتم فجنس مختار كهنوت ملكي ام مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب ولاحظ على طول في آية عشرة بطرس الاولى اتنين عشرة بقول لانكم لم تكونون شعبا يعني احنا ما كناش من شعب الرب كنا امم لكن اصبحنا شعب الرب واصبحنا مرحومون من خلال عمل الرب يسوع المسيح له كل المجد الشيء اللي بميز هاي الكنيسة انه الله اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم وميزنا ميزنا يعني انت صرت شخص شخصية مهمة مرة تانية بكرر مش لانك انت احسن لا بالعكس لانه هاي نعمة الرب اللي دعتنا ان نكون اولاد وبنات الرب وشعب الرب هذه هي الكنيسة